من جديد تعود التهديدات الإسرائيلية لقطع غزة بفرض عقوبات تتعلق بالكهرباء والصيد أو استخدام الخير العسكري لطالما استمرت البالونات الحارقة تهديدات تأتي في ظل حالة الهدوء التي رعتها الأمم المتحدة ومصر أولاً هذه التهديدات ليست جديدة على شعبنا ولا على المقاومة بالتالي هي لا تخيف شعبنا ولا مقاومة وهذه استوانة مشروقة تعود شعبنا على سماعها ثانياً يحاول أن يتلاشى الاتهامات من الأوسط الإسرائيلية بالضعف أمام حماس وأمام قطاع غزة عبر إطلاق مثل هذه التهديدات الفارغة نحن برغم كل ذلك نتمسكون على استمرار نضالنا وكيف نحن من أجل كسر هذا الحصارة المفروض على قطاع غزة وأن نعيش حياة حرة وكريمة في هذا القطاع عدم الالتزام بتنفيذ التفاهمات إسرائيلياً يبقي الأوضاع الميدانية هشة رغم عدم رغبة الفصائل والاحتلال بتصاعد الأمور وإيصالها لتصعيد محتمل قد نشهد توترات بين الحين والآخر ولكن أنا أعتقد أن الأمور تتجه إلى التوصل إلى تهدع طويلة الأمد بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة ربما في بداية نوفمبر القادم ويبدو حسب ما أفيد بأن هناك على الأقل تفاهمات تم التوصل إليها مؤخراً بين حماس وإسرائيل تفيد بأن الطرفين غير معنيين بأي تصعيد أو أي توتر في الأيام والأسابيع القادمة ما بين تصعيد وتهدئة تتأرجح الأوضاع في غزة فيما تبقى مسيرات العودة الورقة الضاغطة على الاحتلال لكسر حصاره المفروض منذ 12 عاماً تلك وتنصر الاحتلال من تنفيذ التفاهمات المتعلقة بتحسين حياة سكان غزة يزيد من احتمالات التصعيد داخل القطاع ما يجعل الترق هو السيد الموقف أحمد حرفضائية النجاح قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر